بسم الله الرحمن الرحيم. المادة هي تكملت الانجازات السياسية للملك عبدالله الثاني. طبعا اخذنا درس الانجازات السياسية للملك عبدالله الاول والملك طلال والملك حسين. ان شاء الله اليوم رح نحكي عن موضوع الانجازات السياسية في عهد الملك عبدالله الثاني. اه طبعا شباب انا بدي اوصل الاوراق النقاشية لكن خليني اشرح بشكل سريع موضوع الانجازات السياسية عشان افوت على الاوراق النقاشية. الاوراق النقاشية بده وقت طويل. اه فان شاء الله رح كون شوية اسرع بنشأة وحياة الملك عبدالله الثاني. لانه ايه المادة سهلة كثير. حتى الاوراق النقاشية سهلة بس احنا بنو اخذ شرح مطول بالاوراق النقاشية. اه موضوعها سهل كتير وهي مشها الصعوبة. ورح ان شاء الله بعد ما اخلص شرحها كاملة. اعطيك لها زي اه جدول صغير او زي مخطط ذهني لها. عشان انت اه تكون حافظها. وانا هدفي انك اه تخذها بالفصل هذا اللي هو الاول ثانوي. اساس ان شاء الله بس اوصل للتوجيه تكون حافظها وما يكون عندك فيها اي مشاكل. طيب. نيجي لها حياته نشأة الملك عبدالله الثاني زي اي ملك الثاني نفس القصة. اه ولد في ثلاثين كانون الثاني الف وتسعة مئس اتنين وستين. وهو الابن الاكبر للحسين بن طلق. نيجي لها اه تعليمه طلقت علومه اللي ابتدائي في الكلية للميه الاسلامي في عمام. وانتقلها بعدها الى مدرسة ساند ايدموند في انجلترا ثم مدرسة ايجالبورك واكاديمية ديرفليد في الولايات المتحدة لإكمال ديراستو الثانوية. اه التحق باكاديمية ساند هيرست العسكرية بريطانيا ثم تابع ديراستو في جامعة اكسفورد وفي عام الف وتسعمية سبعة وثمانية التحق بجامعة جورج تاون في واشنطن لدراسة الشؤون الدولية. الحياة العسكرية له. اه بدأ حياة العسكرية في الجيش العربي. اه قائدة لسرية كتبت الدبابات الملكية رقم سبعة عشر في عام الف وتسعمية سعى وثمانين. ترقى في صفوف القوات المسلحة تصبح قائد للقوات الخاصة الملكية في الاربعة وتسعين. وعادة تنظيم هاي القوات وفق احداث المعايير العسكرية الدولية. طيب. اه وجه الملك الحسين من طلال كلمة للشعب العردني بمناسبة اه اه ميلاد الملك عبدالله الثاني. اه هاي المقولة اه مش حفظ. اه المقولة من قائل هذه المقولة وهي المناسبة. وما هي المناسبة? طبعا قال هذه المقولة لهو الحسين بن طلال في ذكرى ميلاد الملك عبدالله الثاني. المناسبة تبعتها ذكرى مولده. ولو سوف يكبر عبدالله ويترعرع في صفوفكم وبين اخوانه وبين ابنائهم اه من ابنائكم وبناتكم. طبعا المقولة الاخرها. مش حفظ المقولة. حضي الملك عبدالله الثاني بمستوى عالي من التعليم والتدريب. شكلها طبعا الدافع القوي لديه لتمكين ابناء شعبه من العصول على التعليم مميز. وقد عبر في ذلك في مقولة طموحي وان يحظى كل اردني بافضل نوعية من التعليم. فالانسان الاردني ميزته الابداع وطرق الابداع بيبدأ بالتعليم. مين حكى هيا حكى هيا المقولة الملك عبدالله الثاني والمناسبة لحب انه يحظى كل اه اردني بمستوى عالي من التدريب والتعليم. طيب متى تولى الملك عبدالله الثاني سلطة دستورية اي سوء الوزاري في سبعتاشر شباط الف وتعمية تسعة وتسعين متى طبعا بعد وفاة الحسين بن طلال رحمه الله لتبدأ مرحلة جديدة ومهمة في تاريخ الاردن المعاصر. طيب. الملك عبدالله الثاني طبعا مثل الملك عبدالله الاول ومثل الملك حسين له مؤلفات. والملك عبدالله الثاني له مؤلفات. له كتابه فرصتنا اه فرصتنا الاخيرة ومعناها السعي نحو السلام في وقت الخطر. طبعا ممكن يجينا سؤال اه ليش الف الملك اه كتابه فرصتنا الاخيرة والسعي نحو السلام في وقت الخطر. وذلك لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة العربية. اه في عندك دائرة هون صدرت الارادة الملكية بالتعيين سموه الامير الحسين الامير الحسين بن عبدالله وليا للعهد متى بي الى الفين وتسعة لهو ابن الملك عبدالله الثاني. صدرت الارادة الملكية انه ابنه يجي من بعده وليا للعهد. طيب متى صدرت الارادة الملكية بتعيين سموه الامير وليا للعهد? بتقول في اثنين طموز الفين وتسعة وفقا للدستور الاردني الذي نسعى لانتقال ولاية الملك من صاحب العرش الى اكبر ابناءه زي ما اخذناها في درس الملك عبدالله الاول. اه لهو سموه الامير عبدالله بن اه سموه الامير اسفي الحسين بن عبدالله الثاني. طبعا بقول ولد اه الامير في عمان في ثمانية وعشرين حزيران بالاربعة وتسعين. اطلقت عليم الثاني في الوردن التحق بجامعة جورج تاون اه في الولايات المتحدة لدراسة التاريخ الدولي وتخرجها في الالفين وستعاش اه اطلق سموه الامير اه عدة مبادرات اه هادفة ليسمع بلا حدود ليش ان انشأها حتى تدعم الاطفال الصم وتأهيلهم. مبادرة حقق لتنمية مهارات الفرد والجماعة في مجال التعاون والعمل المشترك. مبادرة قصاية لتأهيل الكوادر الطبية في المجال الرياضي. طبعا نبذي عن حياته او شوية عن اللي هو الامير الحسين بن عبدالله الثاني. اه لسموه الامير اللي سموه الامير الحسين بن عبدالله الثاني مشاركات سياسية على الصعيد الدولي. اهمها اه ترأسه لجلسة مجلس الامن الدولي في نيسان الفين وخمسة عشر. وكانت بعنوان صون السلام والامن الدوليين دور الشباب في مقافحة تطرف والعنف وتعزيز السلام. هاي عنوان اللي هي الورشة اللي ترأسها في مجلس الامن الدولي. اه بترأسة الجلسة اصبح سموه الامير اصغر شخصية اه سنا تترأس مجلس الامن. تمام? اذا هو لانه ترأس مجلس الامن هو صغير فاصغر شخصية رأسات مجلس الامن. اه طبعا رعى سموه الامير فعاليات المنتدى العالمي الاول من نوعه للشباب والامن والسلام اللي دعا اليه في ايقاب الفين وخمسة عشر وصدر عنه اعلان عمان. نجح سموه في لفة انظار العالم الدولي المهم للشباب واحد جهود العالم بقيادته عن طريق استستار قرار تاريخي لمجلس الامن في الامر المتحدة يعدل اول من نوعه خاص بالشباب. اللي هو القرار الوحيد اللي كان خاص بالشباب في عيد سمو الامير اه حسين الحسين بن عبدالله الثاني اللي هو اه طبعا اترأسه اه قرار اه حمل رقم اثنين اثنين خمسين اه جاء هذا القرار استنادل لعلان عمان حول الشباب والسلام والامن وهو اول قرار لمجلس الامن. يعني اه ممكن يجينا في ضع دائرة بالوزارة. يشهر القرار او ايش اه نص القرار اللي بيح من رقم اه اثنين اثنين خمسين. اللي هو اعلان عمان. هو اعلان عمان حول الشباب والسلام والامن. وكان سمو الامير اول مجلس بيترأسه يعني شاب صغير وبعدين كان بخص الشباب على مستوى العالم. تمام? هاي كانت اه نبدا اه نبدا عن حياة اه الامير احسين بن عبدالله الثاني. اه طبعا هاي المقدمة كل الحكيتها حتى افوت على موضوع الانجازات السياسية الداخلية للملك عبدالله الثاني. واللي هي ان شاء الله رح تكون الاوراق النقاشية. من الانجازات السياسية الداخلية للملك عبدالله الثاني. شهد الاردن في عهده تطورات انجازات سياسية اه نابعة من منهجه. طبعا الديمقراطي ساير على اه نهج والده اللي هو الملك حسين بن عبدالله بن اه طلال. وبتوجه اه الملك عبدالله الثاني اه لتحقيق عدة انجازات على الصعيد الداخلي. اه الصعيد الداخلي هو المقصود في اه داخل الاردن. انشاء اه عمل على انشاء محكم دستورية بوصفة جهة قضائية مستقلة اه للرقابعة دستورية القوانين والانظمة. اسسها مستقلة للانتخاب واعاد النظر في اعاد اه النظر بالقوانين النظمة للعمل السياسي في مقدمتها قوانين الانتخاب والاحزاب. هاي من انجازاته ايضا اه عمل على انشاء قانون لمركزية. ولهو عرف قانون لمركزية صدرت الارادة الملكية في ستعاش كانو الثاني الفين وخمستاش بالمصادقة على قانون لمركزية بلان على مقرره ومجلس العيان والنواب اللي بقوم على انتخاب مجلس المحافظة في محافظات المملكة كافة. وعندك تعريف المحكمة الدستورية هي قضائية مستقلة. انشأت بالالفين ودعش تالف مجموعة من القضاء. مدة عضويتهم ست سنوات غير قابلة للتجديد. اه تختص بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير النصوص الدستورية وتكون احكامها نهائية وملزمة للسلطات جميعا. مجلس المحافظة هو ينتخب بناء على قانون لمركزية وينتخب في كل محافظة عضاء مجلس المحافظة على ان تكون اه تعين الحكومة من نسبة خمسة وعشرين بالمئة من عضاء هذا المجلس. هذول الثلاث تعريفات اه تعدل من الوزارة يا يا شباب. اه ما كان لهم تعريف. طبعا تعديل الوزارة عليهم بهاي التعريفات. تمام? اه راح نخوض ان شاء الله في موضوع اه الاوراق النقاشية. اه ومن الانجازات الداخلية اه للملك عبدالله اه الثاني اللي هي الاوراق النقاشية. اه راح نشوف ليس اصدر الملك عبدالله الاوراق النقاشية. وشو الهدف من الاوراق النقاشية? طبعا راح نشرحها ورقة ورقة. والااا. والدرس ان شاء الله راح يقول للاسبوع هذا بس. اه ليش اصدر الملك عبدالله synthetic النقاشية والورقة النقاشية الاولى. اه طبعا راح يكون متباعدات الاوراق عن بعد عشان انت تقدر تحفظهم وتفهمهم. بدك تفهم كل نقطة منهم. طيب يعني ممكن أنا الدرس هذا الأسبوع إن شاء الله بس يكون حياته ونشأته وليش أصدر الأوراق النقاشية عشان تظل أفكارنا مترابطة الأوراق النقاشية الملك عبد الله حرصة لهاش من المتأسيس الدولة الأردنية على التواصل مع ابناء الشعب الأردني بالوسائل كافة ليش؟ ليش ظلوا حريصين على إنهم يتواصلوا مع ابناء الشعب سعوا دائما دعوا مشاركة المواطن الفعل في عميلة صنع القرار لأن الملك عبد الله هدفه إنه يعني الشعب يشاركه في إنه يحط نقاط مهمة للدولة إذن هو كان هدفه الشعب هون وهو بيعتبر نفسه إنه أنا بأخذ من الشعب وبصلح على قراراتي كمام يأسسه العدالة والمساواة بده يجذر أسس العدالة شو قصده يجذر؟ يعني بده يستفيد من الملوك اللي سبقوه كلمة تجذير يعني بعود للملوك اللي سبقوه في تحقيق العدالة والمساواة بده حقق مبادئ النهضة العربية الحديثة اللي هي قادها الهاشميون بيقصد في الشريف حسين قاد الثورة العربية اللي وصلتنا للمرحلة اللي إحنا فيها بعدها إيجا الملك عبد الله بعدها إيجا الملك طلال وبعدها الملك حسين وطبعا الملك عبد الله الثاني صار على خطى والده وأجدادي في تجذير الديمقراطية كلمة تجذير يعني بتعود لأسسهم لأسس الدولة الأردنية ليش أصدر الملك عبد الله سلسلة من أوراق النقاشية؟ ليش؟ شو هدفة؟ شو السبب الخلاء يكتب هاي الأوراق النقاشية؟ خلينا طبعا هاي مهمة جدا 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 بالوزارة ما ندر ما تيجي هاي ليش أصدر الملك عبد الله أوراقه النقاشية؟ تحقيقا للإيمان الهاشمي دائما عند الهاشميون إيمان بضرورة إنه المواطن الأردني لازم يكون شريك فاعل في عملية صنع القرار بالدولة طلع إحنا اليوم في عنا موضوع كورونات بس طلع إنه بيستفيدوا من الشعب عن طريق المنصات اللي بيعملوها إنت بتعلق وهو بيستفيد بيستفيدوا من الأخطاء اللي عندهم وبعدلوا عليها الحكومة نفسها فهذا اللي كان بس عائلو الملك عبد الله ثنين كان بده عنده خطوة إضافية للتواصل المباشر المفتوح مع أبناء الشعب يعني هو لما كتب هاي الأوراق النقاشية مش بيوم وليل كتبها كان شاف فيها طلاب الجامعات شاف فيها طلاب المدارس تخيل إنه سائل طلاب المدارس وطلاب الجامعات كان لهم دور مجلس النواب مجلس الأعيان الشعب الناس العاديين بالريف بالبادي كلهم كان لهم دور بهاي الأوراق النقاشية حفز المواطن الدخول في حوار بنا حول القضايا المهمة في الدولة أكيد إحنا كمواطنين إلنا دور في عملية صنع القرار أنا لازم أناقش إذا كان في خطأ عنده الحكومي لازم يكون في منصات أنا أناقش عن طريق هاي المنصات والدولة بتشوف شو المناسب وبتعمل فيه تمام؟ أو اللي سماها الملك عبدالله المواطن الفاعلي كيف أنت بدك تكون مواطن فاعل في صنع القرار؟ إذا أنت ما قلت للوزير إذا كان الوزير مخطئ وإنت ما علقت إنه مخطئ فكبنا نوصل لصنع القرار منيح؟ يعني الملك بياخذ بأفكار الشعب وبنفس الوقت بالنهاية بتكون قراراته هي القرارات الحكيمة طيب المواطن الفاعلي هي الحوار البناء حول القضايا المهمة والمشارك الشعبية في صنع القرار كما سماها الملك عبدالله الثاني طيب أصدر الملك عبدالله عددا من الأوراق النقاشية طبعا معطيك عنوينة هون عشان يبلش فيها واحدة ووحدة حكيت لك ليش أصدرها هدفه المواطن هدفه المواطن أصلا الدولة بدون المواطن ما بيكون في دولة فالمواطن هو الأساس في الدولة طيب مسيرة نحو بناء الديمقراطية المتجددة تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين أدوار تنتظر النجاح الديمقراطية المتجددة ونحو تمكين ديمقراطي ومواطني تعميق التحول الديمقراطي وسيادة القانون أساسي العدالة أو أساس الدولة المدنية وتطوير التعليم أساسي الإصلاح الشامل هدفه سبع أوراق يا شباب طبعا هم كانوا خمسة أول سنة طلع في تاريخ الأردن بعدين صاروا ستة وآخر شي صاروا سبعة أنت مطلوب منك سبع ورقات كل ورقة رح نبلش فيها إن شاء الله رح يقول لها شرحة رح تكون عنوانها ومنفصلة عن كل ورقة منفصلة عن الأخرى لكنهم شو مترابطات صح منفصلات بالعنوان لكنهم بتباعا بمشوا تباعا فإن شاء الله الحصة القادمة رح نبلش بأول ورقة ممكن نشرح ورقتين كل حصة ورقتين لحتى نخلصهم وتكون إن شاء الله أنت فاهمهم طبعا هاي العنوين اللي أنا طرحتهم هاي مجرد عنوين لكل ورقة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر